بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى دائما مع هذا الجزء التالت من هذا الدرس درس المغرب والكفاح الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية إذن في الجزء الأول تعرفنا على نشاط التعلمي الأول تعرفنا على مرحلة المقاومة المسلحة وتعرفنا على أهم معاركها من 1912 إلى 1934 إذن كان هذا النشاط التعلمي الأول كذلك في الجزء الثاني تعرفنا على النشاط التعلمي الثاني مراحل المقاومة السياسية وأبرز تطوراتها ما بين سنة 1934 و 1953 إذن توقفنا عند النشاط التعلمي الثالث أستخلصوا دورة ثورة الملك والشعب في حصول المغرب على الاستقلال دل لدينا الوثيقة رقم واحد نص وهو وثيقة نص تعاون السلطان سيد محمد بن يوسف مع الوطنيين مع الحركاء الوطنية إن التهمة الرئيسية التي كانت موجهة للسلطان من طرف الفرنسيين هي أنه كان يعطف على الوطنيين ويتعاون معهم أي يعملوا على الاستقلال التام لبلاده إن الحكام الفرنسيين كانوا يخفون تهمتهم وراء الإدعاء بأن السلطان محمد بن يوسف كان يرفض الموافقة على الإصلاحات التي يقترحونها الوثيقة جوج صورة نفي السلطان سيد محمد بن يوسف سنة 1953 إذن تم نفيه سنة 1953 إلى كورسيكا وبعد ذلك إلى مدغشقر هذه الوثيقة جوج الوثيقة ثلاثة صورة مظاهرة بمدينة وجدة سنة 1953 وثيقة أربعة صورة لمحاولة الشهيد علال بن عبد الله إغتيال محمد بن عرفة سنة 1953 الوثيقة خمسة صورة رجوع السلطان سيد محمد بن يوسف من المنفا هذه الصورة تمثل رجوع السلطان من منفاه كذلك لدينا الوثيقة الثة نص من خطاب للسلطان سيد محمد بن يوسف في 7 مارس 1956 والآن وقد رجعنا من تلك الرحلة الميمونة إلى الوطن العزيز وقد اعترفت فرنسا للمغرب باستقلاله والتزمت بضمان وحدة ثرابه والعمل على احترام هذه الوحدة كما اعترفت بحقه في التمتع بسيادته الكاملة وها قد دخلنا في طور التنفيذ والتحقيق وتسلمنا مقاليد تسيير الأمور بأنفسنا إذن ورد ذلك في إنبعات أمة المجلد جوج صفحة 151 إذن ألاحظ الصور وأقرأ النصين وأستعين بالخط الزمني النشاط الأول وثيقة واحد ثم أستخلص بعض أسباب أسباب الحدث الذي تمثله الصورة الوثيقة جوج إذن الصورة الوثيقة جوج ماذا تمثل؟ تمثل نفي السلطان سيد محمد بن يوسف الذي هو محمد الخامس إذن لماذا قاموا بن فيه؟ إذن قاموا بن فيه بسبب أن السلطان كان يتعاطف مع الوطنيين ويتعاون معهم على تحقيق الاستقلال التام لبلاده وهذا الوضع كان وضعا طبيعيا وعاديا لماذا؟ لأن ما الذي يربطنا مع الإدارة الفرنسية؟ ما هي الوثيقة التي تربطنا مع الإدارة الفرنسية؟ هي وثيقة المعاهدة الحماية يعني عندما يصبح المغرب قادرا على حماية نفسه إذن ما هي الفائدة من استمرار هذا الوضع؟ لماذا يستمر التواجد الفرنسي؟ لماذا تستمر هذه الحماية؟ يعني عندما يصبح المغرب قادرا على الحماية نفسه إذن لا داعي لهذه الحماية إذن كان هذا وضعا طبيعيا وهذا يبين لنا النواية الحقيقية للفرنسيين الفرنسيين كانوا ينوون البقاء كانوا ينوون البقاء كانوا ينوون أن يغيروا تلك المعاهدة إلى فيدرالية ويجمعون مختلف هذه البلدان يعني ضمن إطار إدارة ضمن السيادة الفرنسية لكن هذا المشروع لم ينجح هذا المشروع لم ينجح لماذا لم ينجح هذا المشروع؟ يعني طبعا أنا أعتدر على هذا لأن هذا ربما خارج إطار الدرس ولكن يعني ينبغي علينا أن نقرأ التاريخ بشكل واعي يعني هذا المشروع لم ينجح للفرنسيين لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم تعرضوا للاستعمار الألماني لو لا الاستعمار الألماني لو لا الحرب العالمية الثانية يعني مع طبعا مع المآسي التي كانت في هذه الحرب إذن ولكن لولا ذلك لما فكر المستعمر الفرنسي من الخروج من المغرب أو من تونس كان من المستحيل أن يخرج منهما لا من المغرب ولا من تونس وهذا لا يعني لبعض الأشخاص الذين يعتقدون هذا لا يعني بأنه هذا سوف يكون يعني سوف يتحول المغرب يعني هذه البلدان فرنسا الجنوبية سوف تتحول فقط إلى موارد يعني للبشر وللمواد فقط يعني نبغي أن تعود ذلك لن نتحول إلى فرنسيين لو استمر هذا المخطط وهذا المشروع الفرنسي الذي كان قائما إذن لولا الانكسار الذي حصل لفرنسا في الحرب العالمية الثانية أمام ألمانيا لما فكرت في تخلي المغرب عن تونس فرنسا قبلت باستقلال المغرب واستقلال تونس لماذا؟ لكي تركز استعمارها على الجزائر لكي تركز الاستعمار على الجزائر لكن خطتها فشلت وفي نهاية المطاف استقلت الجزائر أيضا سنة 1962 يعني بعد مجزرة كبيرة تقريبا ما يفوق خمسة ملايين شهيد وأكثر وأكثر إذا الإحصائيات للأسف ليست دقيقة في هذا المجال إذن نعود إلى درسين نعود إلى درسين وأعتذر عن هذا الخروج لكنه في إطار الدرس لكي ينفتح عندما يكون هناك خروج في أي درس فلا أقوم بخروجات مجانية وإنما تلك الخروجات وهي في إطار الدرس لكي يتفتح دهن التلميذ على التاريخ وعلى الواقع التاريخي يعني لأنه لا ندرس التاريخ هكذا ونحفظه هكذا وإنما الغرض من ذلك هو تكوين إنسان واعي إنسان متقف بتاريخه وبحاضره وقادر على مجابهة المستقبل يعني وليس أشخاص يحفظون ويدونون هذا غير مطلوب يعني الآن الكمبيوتر يحفظ كل شيء يعني المطلوب منكم أساسا يعني فتح أذهانكم وتتكونوا بشكل تقافي وأن تكونوا قادرين على فهم ماضيكم لكي تواجه به المستقبل بإذن الله إذن نستخلص بعض أسباب الحدث التي تمثله الصورة إذن قلنا أسباب الحدث الذي تمثله الصورة جوج هو تعاطف محمد الخامس مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال هذا هو الجواب على السؤال أسمي الحدث الذي أدى إلى اندلاع ثورة الملك والشعب وأحدده زمنيا إذن الحدث ما هو الذي أدى إلى اندلاع ثورة الملك والشعب هو نفي الملك الإدارة الفرنسية نفت الملك الشرعي للبلاد محمد الخامس نفته وجاءت بملك جديد على العرش ملك لا يفهم أي شيء ملك جاءت بملك لكي يوقع على الإصلاحات فقط يعني كانت الإدارة الفرنسية بما أنها كانت ملتزمة دوليا يعني البعض يقول لماذا قامت فرنسا بكل هذه الأمور يعني تلغي الملك وتلغي الإدارة المغربية وتأتي بإدارة فرنسية وإنتهى الموضوع لم تكن قادرة على فعل ذلك يعني كانت هناك بعض الأصوات الفرنسية التي كانت تطالب بهذا طبعا العسكريين دائما يطالبون مثل هذه الأشياء العسكريون لا يعرفون الحوار ولا النقاش العسكريون دائما يطالبون بعض الأمور لكن في الواقع ما يربط المغرب بفرنسا هو معاهدة حماية معاهدة حماية ليس كالجزائر الجزائر لا تربطها معاهدة حماية لم تكن تربط مع فرنسا معاهدة حماية كان استعمارا مباشرا كانت جزء من الأراضي الفرنسية بالنسبة للقانون الدولي لأن القانون الدولي بالنسبة للسياسيين هو مهم وأساسي ويتعاملون ضمن إطاره يعني الدول بعضها البعض تتعامل ضمن إطار القانون الدولي يعني إذا حصل شيء يعني يخالف بنود يعني عقد الحماية مع المغرب يعني هناك دول كثيرة سوف تتكلم إسبانيا سوف تتكلم لماذا؟ لأنها لأنها هي دولة وهي تقارع دولة وبالتالي فإنها سوف تتعامل يعني بهذه الأمور المرتبطة بالقانون الدولي لكي تجابها دولة أخرى كذلك هناك دول أخرى سوف تتكلم يعني هناك مجتمع دولي هناك مجتمع دولي أفراده دول أفراده دول وهذه الدول هي دائما تبحث يعني عن يعني تبحث لكي تكيل الاتهام للدول الأخرى يعني وأيضا تطالب وتطالب بتحقيق العدالة وتطالب بالقانون الدولي ليس لمصلحة المغرب أو لمصلحة المغاربة وإنما لمصالحهم الشخصية يعني وإنما لمصالحهم الشخصية ليس من مصلحة أحد أن تتغول فرنسا وتصبح دولة عظمى أكثر مما هي يعني هذا هو المنطقة في الواقع الذي يحكم العلاقات إذن أحدد الحدث الذي أدى إلى اندلاع ثورة الملك والشعب وأحدده زمنين إنه حدث نفي محمد الخامس سنة 1953 هذا هو يعني هذا سنة 1953 إذن بعد ذلك اندلعت ثورة الملك والشعب كانت عبارة عن ماذا ثورة الملك والشعب كانت عن حركة للفدائيين الفدائيين قاموا بعمليات تخريبية عملية تفجيرية في مختلفة عملية عسكرية لا نقول تخريبية إذن قاموا بعملية عسكرية فردية هذه المرة لأنه الإدارة الفرنسية قامت بالإجهاز عن كل إمكانية مقاومة منظمة مسلحة بشكل منظم إذن قام المغاربة بالقيام بكل ما يستطيعون لكي يبينوا رفضهم لهذا لهذا النفي إذن فكانت هناك عمليات عسكرية فردية كانت هناك عمليات عسكرية فردية أنه فدائيا يعني يهجم على يعني تكن عسكرية أو يعني ما شبه ذلك ويقاتل يعني بكل ما أتي من قوة ويفجر المكان يعني وإلى آخره إذن كانت عملية فدائية كانت طبعا تنتهي دائما بمقتل الفدائي طبعا لأنه ولكن كان هناك بعض الفدائيين الذين كانوا يقومون بعمليات ويخرجون سالمين يعني إذن يعني هذا التاريخ إذن المطلب الثالث أصفوا رد فعل المغاربة بعد إقدام الفرنسيين على نفي السلطان محمد بن يوسف إذن هذا ما قلته للتو يعني قام المغاربة يعني كانت هناك حركة للاحتجاجات يعني كانت هناك مجموعة من الاحتجاجات وكانت هناك حركة لألفدائيين كانت هناك حركة لألفدائيين أسمي الحدث الذي يدل على حصول المغرب على استقلاله وأحدد تاريخه إذن الحدث الذي يدل على استقلال المغرب هو عودة الملك يعني عودة الملك محمد الخامس من المنفى حدث ذلك سنة 1955 إذن حدث عند عدود لماذا اضطر الفرنسيون للقبول بعودة المحمد الخامس نظرا إلى الخسائر البشرية الفادحة التي تعرضوا لها وبالتالي اضطروا إلى أن يقبلوا بعودة محمد الخامس لكي يتفاوضوا معه لتحقيق الاستقلال في المغرب وكذلك لكي يتفرغوا للجزائر لكي يتفرغوا للجزائر يعني في هذه الفترة الفترة التي تم إعطاء الاستقلال للمغرب ولتونس يعني قامت الجزائر بجرائم بشعة في حق إخوتنا في الجزائر يعني قامت بجرائم بشعة يعني كل التكانات الأسكرية التي كانت بالمغرب وبتونس تم توجيهها مباشرة إلى يعني الحركة حركة المقاومة الجزائرية حركة المقاومة الجزائرية والاستعمار الفرنسي يعني كان يعي بأنه إذا حصل المغرب على استقلاله هذا يعني أن المغرب سوف يمول وسوف يدعم المقاومة الجزائرية يعني هذه طبيعة الأمور يعني هذا شعب مسلم عربي سوف يدافع عن إخوانه طبعا المسلمون العرب أيضا إذن فكانت منطقة بشار وتندوفت كانت يتم يعني في المفاوضات بين المغرب والجزائر يعني كان هناك نقاش على يعني عودة هذه المناطق التي سرقت من المغرب كان هناك نقاش يعني لا تدعم المقاومة الجزائرية وسنعطيك بشار وتندوفت لكن المرحوم لكن المرحوم محمد الخامس رحمه الله رفض ذلك رفض ذلك وكان يعتبر بأنه عند استقلال جزائري يعني سوف يعني سوف يكون هناك ترسيم الحدود بشكل يعني بشكل منصف يعني بشكل منصف لكن للأسف لم يحدث ذلك ذلك لم يحدث مع كامل الأسف إذن ننتقل إلى النشاط التعلمي الرابع أتتبع أهم مراحل استكمال الوحدة الترابية المغربية إذن كما تلاحظون خريطة مراحل استرجاع المناطق المغربية المحتلة واستكمال الوحدة الترابية إذن لدينا مناطق استرجاعات سنة 1956 إذن كما تلاحظون باللون البرتقالي إذن هي منطقة الاستعمار الإسباني وكذلك منطقة الاستعمار الفرنسي يعني تم خروج المستعمار الفرنسي من شمال المستعمار الإسباني من شمال المغرب والمستعمار الفرنسي من مختلف ربوع الوسط المغربي وظلت منطقة منطقة طانجة أيضا تم استرجاع سنة 1957 يعني كانت هناك بعض القوى الدولية التي كانت ترغب بتحويل طانجة إلى منطقة دولية يعني كانت هناك نوايا لتحويل طانجة إلى منطقة دولية يعني كانت هناك مجموعة من البلدان التي تدفع بهذا الطرح يعني كانت المتحدة الأمريكية بريطانيا أيضا بريطانيا لديها منطقة جبل طارق يعني ذات سيادة بريطانية منطقة جبل طارق ذات سيادة بريطانية وكانت هناك تفكير بتحويل طنجة إلى منطقة دولية هذه الفكرة كان يرفضها الطنجويون وكان يرفضها المغرب جملة كانت فكرة مرفوضة إذن تم استرجاع منطقة طنجة التي كانت هناك نواية بتحويلها إلى منطقة دولية استرجعت سنة 1957 ثم استرجعت منطقة طرفاية كما تلاحظ منطقة طرفاية كانت منطقة كبيرة كانت تحت السيطرة الإسبانية كانت منطقة طرفاية تحت السيطرة الإسبانية إذن تم استرجاعها لماذا؟ لأنه وثيقة الحماية التي كانت منطقة طرفاية تدخل ضمن منطقة الحماية الفرنسيون تركوا هذه المنطقة للإسبان لكن في الواقع كانت هذه المنطقة تحت السيطرة من ناحية الدولية كانت تحت الحماية الفرنسية لذلك تم استرجاعها سنة 1958 بشكل حبي ثم كذلك استرجعت منطقة سيدي إفني استرجعت سنة 1969 إذن هذه منطقة سيدي إفني استرجعت سنة 1969 كذلك المناطق التي استرجعت جراء المسيرة الخضراء المضفرة يعني كانت أيضا استرجعت سنة 1957 ثم منطقة وادي الدهب التي كانت تحت السيطرة الموريطانية لكن موريطانيا تخلت عنها فدخلها المغرب سنة 1999 ثم طبعا مدينتان لازلتها خاضعتين للاحتلال الإسباني سبتة ومليليا للأسف كذلك لا ننسى الجزر الخالدات جزر الخالدات هي أيضا جزر الخالدات يعني كانت مناطق مأهولة من المغاربة كانوا يسكنون جزر الخالدات وتعرضوا للإبادة الإسبانية خاصة على يد فرانكو يعني كانت هناك مطالب لاستقلال هذه المنطقة لكن الجنرال فرانكو والديكتاتور الإسباني قام بإبادة كل الأصوات التي كانت تطالب باستقلال هذه المنطقة أو تطالب بالاعتراف بها كمنطقة مستعمرة وهي واضح أنها منطقة مستعمرة يعني بعيدة عن إسبانيا كل البعد تنية منطقة مستعمرة في الواقع أهلا العموم إذن ننتقل هنا الوثيقة جوج صورة تحطيم الحدود بمنطقة عرباوة سنة 1956 دنادي الوثيقة جوج ثم الوثيقة ثلاثة نص الدعوة إلى تحقيق الوحدة الترابية إننا نواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو تابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان وهكذا نحافظ على الأمانة التي أخذنا أنفسنا بتأذيتها كاملة غير ناقصة وهي ربط حاضرنا بماضينا وتشييد صرح مستقبل مزدهر إذن هذا من خطاب السلطان سيد محمد بن يوسف بمحاميد الغزلان فبراير سنة 1958 إذن هذه الوثيقة ثلاثة ثم الوثيقة خمسة نص التأكيد على دعم وحدة المغرب الترابية وكما أكدنا ذلك للعالم أجمع أثناء زيارتنا المباركة لمدينة العيون فإننا نجدد الإعلان عن عزمنا الراسخ على صيانة وحدتنا الترابية وعدم التفريط في أي شبر منها كما أكدنا أننا نشدد على الرفض المطلق لكل طرح تجزيئيا يستهدف النيلة من سيادتنا ووحدتنا الترابية المقدسة لما ينطوي عليه من تهديد ومخاطر هذا أيضا من خطاب جلال الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة 30 يوليوز سنة 2002 الوثيقة خمسة صورة المتطوعون في المسيرة الخضراء سنة 1975 إذن ألاحظ الوثائق وأقرأ معطياتها ثم أستخرج أهم مظاهر استكمال الوحدة الترابية المغربية وأحدد سنواتها إذن كل ذلك واضح من الخريطة إذن بعد استقلال المغرب وعودت أغلبية المناطق والمدن المغربية إلى حوزة السيادة الوطنية سنة 1956 استرجعت منطقة طنجة سنة 1957 وكذلك منطقة طرفاية سنة 1958 وكذلك استرجعت منطقة سيدي إفني سنة 1969 وكذلك منطقة استرجعت منطقة ساقي الحمراء والعيون والصمارة جراء المسيرة الخضراء وكذلك استرجعت سنة 1979 منطقة وادي الدهب وبين دورة الجهود المبدولة منطقة المغرب لإتمام وحدته الترابية إذن لازلنا في إطار إتمام هذه الوحدة الترابية يعني لترسيخ مغربية الصحراء المغربية يعني لازالت هناك جهود قائمة لإقناع المجتمع الدولي أن الصحراء المغربية هي أراضي مغربية وللأسف لازالت هناك بعض الدول التي تعترف بجمهورية وهمية للأسف ولازالت هناك بعض الدول تدعمها مع كامل الأسف وبتاليفة يعني لازلنا في صدد استكمال الوحدة الترابية المغربية أوبريز دورة المسيرة الخضراء في استرجاع الأقاليم الجنوبية يعني إذن المسيرة الخضراء أدت بشكل مباشر إلى دخول المغاربة إلى منطقة العيون والصمارة والسقي الحمراء إذن المغاربة دخلوا إلى هذه المنطقة يعني كذلك ضلت منطقة وادي الدهب لفترة قصيرة تحت السيدة الموريطانية لكن موريطانيا قررت التخلي عن هذه المنطقة فدخلها المغرب سنة 1979 ولا ننسى أن موريطانيا نفسها بلاد شنقيط يعني هي في الأصل يعني كانت ولاية يعني كانت ولاية تقدم البيعة يعني منطقة شنقيط كانت منطقة تقدم للبيعة لسلطان فاس يعني كانت تقدم البيعة لسلطان المغربي لكن عملية يعني المؤامرة الكبرى التي تعرضت لها سلطانة فاس نعم مؤامرة كبرى يعني سيطرت الإسبان على هذه المنطقة إذن فصلت فصلت بلاد شنقيط عن موراكوش وفاس وبالتالي يعني سهلت عملية استعمار منطقة شنقيط من طرف الفرنسي يعني إنها عملية يعني واضحة يعني مسألة يعني أسف يعني عملية تفريقة يعني المغاربة عن بعضهم عن أبنائهم عن بعضهم البعض يعني كانت كانت عمل يعني خدعة يعني كانت يعني للأسف إذن أرخص تعلماتي أركب ما توصلت إليه حول أهم مراحل استكمال الوحدة الترابية إذن تتكلمون عن يعني الحصول المغرب على استقلاله سنة 1956 ويعني استرجاعه للمنطقة الدولية للطنجة سات 1957 وكذلك يعني مختلف المناطق يعني إذن مطلب بسيط يعني فقرة بسيطة تكتبون فيها المناطق التي استرجعت مع السنوات يعني فقط يعني هذا ما هو مطلوب يعني وحاولوا أن تحفظوا هذا الأمر هذا لأنه يحطى أحيانا في الامتحان كثيرا ما يعطى على شكل يعني يعطى على شكل نص مقالي يعني هناك نصص مقالية خصوصا في الامتحان الإشهادي في آخر السنة الامتحان الإشهادي يعني يعطى سؤال بهذا الشكل أقوم تعلماتي أكتب فقرة أصف فيها وضعية المغرب سنة 1956 إذن سنة 1956 يعني حصل المغرب على استقلاله لكنه كان استقلالا مجزئا حيث أن مجموعة من المناطق كانت خارج السيادة المغربية مثل منطقة دولي لطنجة ومنطقة سيدي إفني الترفاية والصحراء المغربية وحول المعطيات الوالدة في الخريطة الوثيقة واحد نشاط ربعا إلى خط زمني إذن بإمكانكم أن تحولوا هذه الوثيقة إلى خط زمني يعني على غرار هذا الخط يعني على غرار هذا الخط تضعون السنوات على غرار هذا الخط الزمني تضعون السنوات تبتدئون بسنة ألف وتسعمية تبتدئون بسنة 1956 يعني حصل المغرب على استقلاله ثم تضعون المناطق التي استرجعها المغرب تباعا يعني بسيط يعني بسيط عملية بسيطة استخلصوا قيمة المقاومة في تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية إذن المقاومة كانت أساسية ومهمة لتحقيق الاستقلال إذن بعدنا في محمد الخامس لو افترضنا أنه لم تكن هناك حركة فدائية ولم تكن هناك احتجاجات ومقاومة مغربية قومية لو افترضنا هذا الافتراد فكان من الممكن أن يضل وضع كما هو عليه لكن لأن المغاربة واعون واعون باستقلالهم وواعون بشخصيتهم المتفردة عن المستعمر الفرنسي فقد قاوموا هذا الاستعمار وطالبوا يعني بعودة الملك الشرعي للبلاد إذن المقاومة كانت مهمة وأساسية لتحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية وعمقوا تعلمي الداثي أبحث عن وطائق خاصة ببعض الجيوب المغربية التي ما زالت محتلة بالاعتماد على بعض المراجع التاريخية والمواقع الإلكترونية وأكون ملفا بشأنها ضروف وتاريخ احتلالها الجهود المبدولة لاسترجاعي وما إلى ذلك إذن هذا في إطار تعلمك الذاتي عزيزي التلميد عزيزي التلميد إذن في إطار تعلمك الذاتي بإمكانك القيام بهذا العمل يعني مركزا طبعا على مجموعة من الجيوب في الواقع ليست سبتة وامليليا فقط هناك سبتة وامليليا هناك الجزر الجعفرية هناك أيضا جيب صغير في منطقة الحسيمة وكذلك هناك جيب آخر في منطقة الناظور على ما أعتقد جيب بسيط صغير يعني بضعة أمتار لكنه تحت السيادة الإسبانية للأسف إذن كذلك الجزر الخالدات جزر الخالدات والإبادة التي تعرض لها المغاربة المغاربة في جزر الخالدات من طرف فرانكو إذن هذا أيضا نبغي أن نتحدث عنه أيضا إذن هذا بالنسبة لي هذا مسألة اختيارية للتلميد يعني لستم مطالبين به إذن هي مسألة اختيارية إذن أشكركم على حسنة تتبعكم أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا لكم إذن وينبغي عليكم يعني المعلومات الواردة في هذا الدرس هي معلومات مهمة وأساسية لثقافتكم العامة لكي يكون لكم إدراك بتاريخكم تاريخ أجدادكم وبناء عليه يعني لكي تدركوا هويتكم يعني لكي تواجهوا المستقبل بشكل أفضل إذن أشكركم على حسنة تتبعكم أتمنى أن يكون يعني هذه الأجزاء الثلاثة مفيدة لكم ونلتقي مع درس جديد شكرا ترجمة نانسي قنقر